تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري حيث حرس شكري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة في قطع غزة واتفق الوزيران على الحفاظ على واترة التشاور بشأن مصر العلاقة الثنائية وسبل حل حلة الأزمة الراهنة في قطع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي كما توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العلقة تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني ودعم استقرار المنطقة